اشتركوا في القناة العليمي وخيال مقابلة مع وسائل اعلام مصرية قال انه يحب آل البيت ويمجزهم من اجل الله في اشارة الى انصار الله في اليمن واثارت تصريحات العليمي هذه ردود افعال واسعة في صفوف البواء المواليدي له وعلى رأسهم من يعرفون انفسهم بالاقيال وهي حركة علمانية تشكلت مؤخرا بدعم خارجي وتبدعي احقيتها بالسلطة وضالب ناشدو هذه الحركة العليمي بسرعة اثبات حبه لآل البيت بالطاعة والامتثار لمشروع الولاية ومع ان العليمي حاول من خلال حديثه الزعم بان الخلافات مع آل البيت سياسية فقط الا ان منتقديه ممن تم تنصيبهم بمراكز عليا في سلطته مؤخرا اعتبروها مغازلة لمن وصفوهم بالحوثيين والمح مصطوى نعمان دبلوماسي سابق ويشغل منصب وزارة الخارجية في حكومة بن مبارك حاليا الى ان تصريحات العليمي الاخيرة ومغازلته لانصار الله تأتي تحسبا لازاحته وافاد نعمان في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بان سيناريو وزاحة العليمي باتت تكترب في اشارة كما يبدو لترتيبات سعودية للاضاحة بالمجلس الرئاسي او اجراء تعديل عليه اشكركم على حسن امتابع والاصغار ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته